بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان زمال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحتك الصريم فتنادوا مصبحين أن أغذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إننا ضاجون بل نحن محرومون تفسير صورة القلم من الآية الأولى إلى الآية الخمسة والعشرون نون والقلم وما يسطرون بالنسبة لتحرف النون فهو يعني حرف من حرف الهجاء كالفواتح الواقعة في أوائل الصور المفتتحة بذلك مثال الفلاميم أو كافهاء عين والقلم وهي واو القسم أي أن الله عز وجل يقسم بالقلم وهو واقع على كل قلم يكتب به وما يسطرون أي ما يكتبه الناس بالقلم من العلوم ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي إنك يا محمد بنعمة الله التي أنعم الله بها عليك وهي النبوة والرياسة العامة بريء من الجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة وقاسيت من أنواع الشدائد غير ممنون أي غير مقطوع أو لا يمن به عليك من جهة الناس وإنك لا على خلق عظيم أي إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن ثبت في الصحيح عن عيش أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه الآن فستبصر ويبصرون أي تبصر يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء بأيكم المفتون أي وذلك يوم القيامة من من الطرفين هو المفتون المجنون أي الكفار أم المسلمون أو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رد على زعمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مفتونا ضالا ولذا قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي يعلم من هو في الحقيقة الضال أنت أمن اتهمك بالضلال والمعنى بل هم الضالون أي الكفار لمخالفتهم واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما وهو أعلم بالمهتدين أي إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة فلا تطع المكذبين أي وكما أنعمنا عليك بالخلق العظيم والشرع المستقيم فأقم على طاعة ربك ولا تطع المكذبين ولا تلاينهم طمعا في أن يتبعوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني ودوا لو تلين لهم فيلينون لك وقيل المعنى ودوا لو تركون إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق فهم يدهنون أي يظهرون لك الملينة لتميل معهم ولا تطع كل حلاف مهين أي كثير الحلف بالباطل مهين أي حقير هماذ مشاء بناميم أي الهماذ الذي يذكر الناس بالشر في وجوههم واللماذ الذي يذكرهم في غيبهم والمشاء بناميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم من ناعل للخير معتدين أثيم أي كثير البخلي مفرط في إمساك ماله عن أن يجود به على الفقراء والمحتاجين وعن أن يبدل في وجوه الخير ومصالح الأمة عتل بعد ذلك زنين أي هو الشديد الخلق الفاحش الخلق أن كان ذا بان وبنين أي لا تطعه لماله وبنينه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين يعني أنه لا يشكر الله على أنعمه ولكنه يكفر ويعلو عن أمر ربه فإذا تليت عليه آيات الله فإنه يقول عنها إنها من قصة الأقدمين وأساطرين سنسيمه على الخرطوم أي سوف نجعله الوسامة بالسواد على أنفه وذلك أنه يسود وجهه أي يسود وجهه قبل دخول أن إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمونها مصبحين يعني كفار مكة فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحت بدعوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بلونا أصحاب الجنة أي المعروف خبرهم عند قريش أصحاب الجنة التي أحرقها الله وبعد أن امتنع أبناء الرجل صاحب الجنة بعد وفاتهم تنوع الأداء الصداقة ولا يستثنون أي ولا يقولون إن شاء الله وقيل المعنى ولا يستثنون المساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أن الله عز وجل أحرقها وهم نائمون فأصبحت كالصارين أي كالبستان الذي قد صارمت ثماره أي قطعت فلم يبقى فيها من ثمرها شيء فتنادوا المصبحين تعني لما أصبحوا قلبهم لبعض أنهدو على حافكم إن كنتم صارمين يعني أخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرق قبل مجيء الفقراء فانطلقوا هم يتخافتون يعني يتحدثون فيما بينهم بصوت خافت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يعني ألا يدخل هذا البستان اليوم عليكم مسكين لألا يطلب منكم أن تعطوهم منها وغدوا على حرض قادرين أي انطلقوا منفريدين عن قومهم غير محافظين لهم قادرين على جنتهم عند أنفسهم بالنسبة للموضوع الآيات فهو الرد على المشركين فيما رموا به النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ثم بيان عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية وما عليه المشركون من الضلال ثم تذكير بقصة أصحاب الجنون يقسم الله بما يشاء في إقسامه وفي إقسامه بمخلوقاته تنبيه على ما فيها من عظامة أو عبرة أو منفعة أو غير ذلك عناية الله سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه برد اتهامات المشركين له تذكية الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وذكر وصوله إلى الكمال البشري بتمام الخلق الذي كان يتخلق به صلى الله عليه وسلم أن دعوى الناس التي لا أسس لها لا تغير الحق ولا تثبيث الباطل عند الله فهو العالم بكله